وفق مجلس النواب رئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين مع إرجاء الموافقة النهائية عليه وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على تقرير لجنة برلمانية مشتركة عن اتفاق ترتبات بين مصر وكوريا الجنوبية لمشروع تصنيع وتوريد أربعين وحدة قطار للخطين الثالث وثالث لمتر أنفاق القاهرة الكبرى جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وخلال الجلسة وافق المجلس في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين مع إرجاء الموافقة النهائية عليه الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده موافق سيد العضاء يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة وشهدت الجلسة الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجبت ليميتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية وخلال الجلسة وافق المجلس بشكل نهائي على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية وشهدت الجلسة الموافقة النهائية على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي حقيقة أن البريد نجح أنه يتواصل مع كل المواطنين من خلال أكثر من 5000 مكتب بريد على مستوى المحافظات حقق على المدار الثلاث سنوات اللي فاتت جهد كبير جداً في تحقيق ميزانية وفاقت في الربح بآخرهم معدل نمو يقارب من 21% بتأدير حوالي 5 مليار جنيه حقيقة جهد مبزول كان هذا الجهد أبطاله هم مجموعة من الأبطال في الهيئة القومية للبريد لو النهاردة هنيجي نتكلم عن مكافئة هذه الأبطال فهو أن يكون فيه تبادل خبرات جيد للإتيان بسمار أكثر في الفترة القادمة لإسقال مواهب هذه الموارد البشرية وفي النهاية بيعود بالنفع على الشعب المصري وعلى المجتمع طبعاً بأسمن هذه الاتفاقية وبوافق عليها وخلال الجلسة كمت الموافقة النهائية على القرار الجمهوري بشان الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشان تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة ذهب وشهدت الجلسة أيضاً الموافقة على تقرير لجنة برلمانية مشتركة عن اتفاق ترتيبات بين مصر وكوريا الجنوبية لمشروع تصنيع وتوريد أربعين واحدة قطار ثلاثمائة وعشرين عربة للخطين الثاني والثالث لمتر أنفاق القاهرة الكبرى هذا وقد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يناير المقبل اشتركوا في القناة